السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة كثيرة هي هذه المواقف الشهمة التي سطرها التاريخ الاسلامي في عهود مشرقة بل لم تكن فقط قضايا مرتبطة بافراد نزاع افراد بل نزاع جماعات بل ودول في عهد الفتوحات الاسلامية كان مفروض ان الفتح الاسلامي لابد ان يأتي المسلمون ويدخلون الى البلد الغير المسلم ويعقدوا معهم جلسات وحوارات ويعرضوا عليهم الدين ويفقهونهم في الدين فان قابلوا فداك فان لم يقبلوا فكانت الجزية لكن الذي وقع في عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه انه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله جاءت جماعة من المسلمين فدخلوا على مدينة سمرقند وكانوا بزعامة القائد انذاك قتيبة رضي الله عنه يسمى قائد الجيش الاسلامي دخلوا الى سمرقند ولم يقوموا بهذه الاجراءات في الفتوحات لابد من الدخول والسلام على القوم وان يعرضوا عليهم الدين الجديد وان يكون هناك حوار وان يكون هناك استلطاف وان يكون هناك اخذ ورد في الكلام لكن المسلمين لما وجدوا بان منطقة او دولة سمرقند انها مشركة دخلوا اليها وحكموها فجاء جماعة من ابناء هذه الدولة سمرقند جاءوا الى مقر الخلافة عند عمر ابن عبد العزيز وقدموا شكاية هذا مثل القانون الدولي الذي يقع الان في الامم المتحدة دولة تغيير على دولة سيدنا عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه استقبل هؤلاء الناس واستمع الى مضمون شكايتهم ثم امر بنصب محكمة عادلة ليس في ارض الخلافة بل في دولة سمرقند فعلا باعت قضاة وجلسوا وجاء القائد الجيس الاسلامي قتيبة وجاء ابناء تلك المنطقة الدولة سمرقند وتحاوروا فيما بينهم فسمع القضاء اقوال الطرفين ثم حكم بمن حكم بان يخرج الجيش الاسلامي من سمرقند لا حق لهم ان يدخلوها فخرج الجيش الاسلامي ذليلا من سمرقند بفعل القضاء الاسلامي الذي يسوي بين الجميع فده الى اهل السمرقند وقالوا هذا الدين عظيم انه يحترم حقوق الانسان انه يحترم المساواة انه له مقام رفيع فاعجبوا به فقالوا يا عمر يا عبد العزيز لقد قابلنا بهذا الدين فاسلموا وحسن اسلامهم والان من يزور دولة سمرقند يجد فيها من قوة الايمان وقوة اليقين الشيء الكثير لطالما التقينا بوفود كثيرة في الحج حينما ندى من الحج نزور الخيام والمعسكرات والمخيمات في الدول الاسلامية برمتها اذا وصلت الى مخيم سمرقند تجد فيه اناس كثيري العبادة كثيري الطاعار ومتدللين منكسرين وهم اقوية عينهم اجسام مفتولة العضلات لكنهم متدللين وكان سبب دخولهم للاسلام انهم اعجبهم انه يسوي بين الضعيف والقوي بين الرفيع والوضيع بين الجميع هكذا كان الاسلام يسوي بين الجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله